يحارب أشد الحرب من يتكلم على هؤلاء المبتدعين وعلى أكتبين نصحا لله الجماعة كنصح لله تحذر من هذا الشر تحذر من هذا البدع تأسيا برسوله عليه الصلاة والسلام وتأسيا بالسلف الصالح فيأتي هؤلاء يتهمونهم ويقضفونهم بشدة التهم ويحاربونهم ويقول نحن أهل السنة نحن أصار الله نحن أصار سيدكم مجدد البن مجدد وهم أهل البدع وضلال والله والله الخوارج ما يسع إلى شيء مما وصل لهؤلاء من البدع وضلال وهذه كتبهم وهذا المجدان نتحدهم الذين قتلهم علي حتى الخوارج الموجودة الآن لا توجد أنهم البدع الخوارج الموجودة الآن لو أحصيت بدعهم لا تجدها شيء إلى جانب بدع سيد قطب الذي جمع البدع من كل أكنابها وأطرافها وصبها في كتبهم ويتظاهر بالحماس للإسلام وهو يكثر الأمة بدءاً من الصحابة إلى يوم الحالة الخوارج ما فعلوا هذا خوارج ما فعلوا هذا ونقول مجدد وإمام ونستبيت في الدفاع عن نوع كتبه هؤلاء يفسدون على السنة هؤلاء من الطائفة المصورة غلطوا رب السماء عليهم أن يعودوا إلى الله ويسلكوا طريق السلف في المواقف الصحيحة من أهل البدع والضلال أنا لا أعرف فتة الآن على وجه الأرض الشد على المسلمين من فتة منهج سيد قطب ومن كتبه لا أجل فتة عوجي الأرض واجتاحت التجمعات السلبية إذا كان ضلالة أهل البدع محصورة في أهل البدع والضلال فهذه والله استهدفت جامعات هذا قلت جامعات التوحيد والسنة وزلزلتها وخربت أكاعد أبنائها وتصوراتهم وهدمت باب الولاء والبراء لله وللحق وأحازتهم إلى نصرة البدع والضلالات هذا شيء موجود ملبوس من يكابر بهذا لا يكابر في هذا إلا إنسان غير السوي أقلا ولا خلقا هذا موجود ملموس ما يضابع عن سلب قطب ماذا حوى السلب قطب والله أقرأ في كتاب الزمخشري المعتذل الغالي وأقرأ الضلال فأجد كتاب الزمخشري كأن السلب إلى جانب كتاب سلب قطب كتاب هذا المعتذل الزمخشري والله أحركه المفتدعين المتسبين إلى السلة ومتجعون والله ما أطابه والآن شباب السنة الملتمين هي المنهج السلفي يطبع من أجلهم الضلال أكثر من ثمانية أشهر طبعة ويلتهمونه في مشارك الأرض ومغاربها التجمعات السلفية التي أفسدت بهذه الكتب واستهدبت بهذه الكتب المعالم الأدالة الضلال إلى آخره أكثر من سبعين بدأة كبراء حوتها هذه الكتب من وحدة الوجود إلى آخر بدأة القوارب والريان بالله ثم هذا الرجل المقدس وكتبه مقدسة فأين العقيدة أين المنهج السلفي أين منهج هذه الطائفة النادي المنصورة أينك والله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا كوامنا بالقصة شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين الآن اشهدون باطلا وزورا لكتب سيد قد أنها نأفعه فيها وكتب فلان لترد عليها وتبين ضلالاته وخرافاته وأساطيره كتب باطلة هذه يجب حربها ويجب عدمها ويجب محاربة ومحاربة أهلها فهل من يفعل هذا يكون من أهل السنية يا أخوة يجب أن نحكم بشرع الله سبحانه وتعالى فيكم قضاة الآن تدربتم على الحكم في الكضايا الصغيرة والكبيرة ما الذي يمرعكم أن تقولوا كلمة الحكم إذا كان الذي رد لسلكم بضائل بيّنوا في الإدلة البرعين مضال وأن سيد قد على منهج أحمد بن حمد وعلى منهج الصديق أبي بكر في العقيدة وعبادة وخراسون يسلم له في الإدلة وإذا تبين أن سيد قد على منهج ابن عربي في تقيقية الوجود وعلى منهج جهب بن صبان في تعطير الصفات والقول بخلق مرآن وعلى منهج ماركس في الاشتراكية وعلى منهج المعصونية في حرية الأديان يدعي إلى حرية الأديان ويقول إن الإسلام جاء لحرية الأديان والقضاء على الفأس بالدين ويقول إن العبادة ليست وظيفة حياتي ويقول أفكار مادية عرمانية ماسونية وتقدم لشبابنا أن نهج إسلام وبعد يقول أنا أسف يا أخونا أسف والله والله يقول ما يكون فأسف ما أقدم لكن هذا المجد يقول لهم هل يجوز لمسلم يحترم الإسلام ويحترم الحق أن يرى هذا الضلال الكبير العريق ثم يسكت عنهم خوفا أو مجاملة أو نفاة أو تقيام والله لو تراج دماؤنا والله لو تنهج في أموالنا ونفوسنا إنها فداء الإسلام لنقولن كلمة الحق ورب السماء والأرض والله لنقولنها وإن رحمت قنوف ورب السماء والله والله ما رأيته في كتب البدع أضل من كتب سيدكم ورب السماء والأرض لأنها جمعة البدع من كل حدراتها وما ترك أصلا من رسول البدع إلا أحيان فاتقوا الله يا مسلمين في أنفسكم وفي أبنائكم والله إذا كان غيركم يؤذر لا تؤذرون أبدا لا تؤذرون لأن الحق عمانا تدرسونها من الإبتدائي والثانوي والجامعة والماجستير والدكتورة وكل مرة وكتب من ثيمية وابن القيم وابن أحمد بن حنبل والبخاء ولم يجد المهيليكم ما أدركوا وتفهمونها قولوا كلمة الحق قولوا كلمة الحق يا قضاة المسلمين ويا طلاب العلم انصروا الله ينصركم لا تنصروا أهل الباطل ولا تنصروا أهل البدع وكونوا على طريقة الإمام أحمد الذي ما سكت عن قضية رحية وعرض لها نفسه ودمه وتعرض لها أهل السنة وأركة الدماء سنقضية واحدة من قضايا سيدك ورب السماء والله قضية واحدة من قضايا سيدك إن أحمد عرض نفسه للموت وإن آل السنة عرض نفسه للفناء والدمار والهلاك من أجل قول القرآن والله يقول سيدك ورب السماء وقال بوحدة الوجود وأيّدها ومدحها ولا يكابر في هذا إلا من لا يخاف الله ببارك وتعالى ولا يتكي الله في المسلمين وهو الله قال بالاشتراكية وقال بالحكمية ماذا قال بالحكمية قال لا يبدأ الإسلام عليها يبدأ لماذا؟ لأنه العقيدة الوحيدة الإيجابية الإنشائية التي تصوغ من الشيوعية والمسيحية مع المزيجا كاملا لتضمن أهدافهما ويزيد عليهما بالتناسق والاعتدال نحكم الإسلام السوق من الشيوعية والنصرانية مع المزيجا كاملا يتضمن أهدافهما أهداف الشيوعية والنصرانية محمد بعد لتحقيق أهداف الشيوعين والنصارى أي والله المستشريقين الذين قالوا إن محمد يأخذ القرآن من الثلاث العنجيل ما وصل قوله إلى هذا ما وصل إلى هذا الضرار يعني الآن يقول محمد الإسلام ما أخفض من الشوعية ونصرانه أو جاء يقم من الشوعية ونصرانه أيها الإسلام تفوق هذا فيا إخوتاه الأمر جد أمر عقيدة أمر حق صراء بلد الحق والباطل الباطل هجم على هذا البلد لابسا لماسك إسلام وهو يحمل في طياته كل أسلحة الدمار وفعلا والله تمكنوا من تدمير حبابنا فالآن شبابنا يلهق وراء من وراء كتب سيد قد سيد قد هذا بعض أوصافه يعني كونوا قتل يا أخي قتل الحلاج وقتل روافض والله يمكن آلاف مثل ملايين قتل في قتال صدام روافض يقاتلوا عن دينهم فهل نقول هؤلاء الحق كل من قتل وهو على باطل مجأة باطل أو حقا إذا قتل وهو يرى أن هذا هو الإسلام واحدة في الوجود والخرافة والبداء والضائرة هي بإسلام الكتب من أجلان نقول شهيد بإسلام ونزيف الإسلام ونحرفه على جانه يا أخي قد تولاه الله يدخل الجنة يدخل النار ما نشغل لكن كتب الآن لتظل عبر عنا الآن يا أخوة الكلام من كتب التي تنتشر ينشرها الإخوان المسلمون وينشرها محمد قرط من ثلاثين سنة واردعين سنة في هذا البلد وهي فيها الطعن في الصحابة فيها تكفير بني أمية فيها تكفير الأمة فيها تحريف الدين فيها تحريف التوئيد وهم ينشرونه لماذا ينشرون هذا الباطل ولماذا يقر هذا الباطل في بلاد التوئيد لو كان في بلاد الخرافات لا يكون سخرافية لكن بذلك أن السلفيين هل تلقيه بأخير كيف الآن نمنع والله كثير من الكتب ممنوعة كثير من الكتب ممنوعة كتب صوفية ممنوعة أنا طول حياتي أتلهف أبغى أشتري كتب صوفية من مكتبات المملكة ما أدن في أي مكتب إلا إن كان يبيعهم سرا هذا ممنوعة وعادم مزايا هذا البلد ومن آثار هذا المهج الصحي حتى خرجت إلى السوداء فوجدت فرصة واشتريت عددا من كتب لكل طعف الكتاب وجئت أقارن بينها أدرسها دراسة مقارنة الشاذرية والتيجانية والمرغنية والبرهانية من البرهانية وهو إلى آخره وأقرأ فيها وإذا بها كلها تشترك في الدعوة إلى وحدة الوجود والشرك بالله وأن الأولياء ألمون الغيب ويتصرفون في القول ويقول قائلهم الشيخ المرغنية يقول وكنت أين وجود القدس في أزل يسبح الكون تسبيحاً لإجلاله فالعرش والفرش والأكوار أجمعها الكل في سعتي مستهلكم بالي أنا كنت أنا الله والعرش والكون كلهم في يدي مثل النملة إلى آخر الدعاة والكاذب يبدأ يقول له هي لكن هذه مرفوضة يرفضها أبناءنا ولكن الذي ينطلع عليهم ويخدعون به إنما هذه الكتب ما شاء الله التي تبرز في غاية الحماس الإسلام وتكفر المجتمعات لأجل الإسلام وتكفر الحكام لأجل الإسلام وعندها من الكفريات فيها من الكفريات ما يتضاءل أمامه كفر الحكام ما فيش نسبة بين الكفريات التي تضمت هذه الكتب وبين هؤلاء الذين نحن في الوقت